المرأة الحديدية 2021 هنتكلم النهاردة بقى على أنسى ورج الجدي الطرابي نكشف أسرار وخفايا وتفاصيل وخبايا كبيرة أو مهمة أو خطيرة أو ممتعة أوي عن المرأة القوية العنيدة اللي دايما بتحجز لنفسها مكانة مميزة جدا بين كل نساء الأبراج خلوني سريعا أرحب بكم ودعونا لمشتركش في القناة أنه هو يشترك وهنكمل السلسلة ابتداء من أنسى برج الجدي تدلقوا الحوت وإحنا ماشيين كده هنخلف الترتيب المرأة دي بدل ما نبدأ بالفارسة العنيدة أنسى برج الحمل هنبتدي من أول الأبراج أنسى برج أو من أول الشهور يعني حسب شهور السنة أنسى برج الجدي الطرابي ويارد كمان تدوسوا لايك بقى تعرفونا عدد إناس الجدي واللي مهتمين بالجدي واللي يحبين السلسلة دي عشان نكمل يعني ندوس لايك نعرف عدد المهتمين بيها هي مرأة قوية الشخصية جدا عنيدة وصلبة تصل لدرجة فلازية من العد قررتها قوية وحكيمة وسديدة وتقدر أن أنت تعتمد عليها اعتماد كبير قوي ودايما أنسى برج الجدي من الأناس اللي لا تفضل التعدد ما تحبش النية تكون في أكثر من علاقة وليها خصوصية كبيرة قوي ولا تسمح أبدا لأحد أنه يقترب منها بشكل أو بآخر ولديها دايما أو دائما أسرار وخفايا ما تحبش النية تبوح بيها ولنت حتى مهما كنت مقرب أن أنت تعرف الحاجات دي إلا لو أنت مقرب أوي 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 ها يعني أوي زيادة عن اللزوم من الأناس اللي هي متحكمة جدا في مشاعرها وتقيلة أوي 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 لدرجة أن أنت ممكن لو ما تعرفاش كويس تتعيمها بالبرود أو بالغرور أو بالغموض هي مغرورة شوية شوية أنسى ورج الجدي من الأناس اللي حاسة بنفسها ولكن مش باردة أبدا أبدا إلا أنت تصدق الصفة دي عنها يبقى أنت كده بتخدع نفسك في صفاتها وتقيلة طبعا أوي أوي زيادة كمان ممكن عن المعتاد بالنسبة لك أكتر حاجة تكرهها أن أنت ما تمشيش معها عدل دغري تلف والدور ما تلزمناش تلف والدور هتطير وملكش مكان في حياتنا وتقدر تدوس على قلبها تجيبه تحت رجلها وتدوس عليه إذا لزم الأمر وإحنا ليه قلنا في البداية أنها أنسى قوية جدا جدا فوما أنت كمان تتخيل أنت كرجل لازم تفهم ده عن الأنسى تطموحة جدا وتحب أول مادة وتقدرها ودايما لها نظرة قوية للأمام لأدام لو حبيتك بجد تصدقني هتعمل لك كل اللي أنت عايزه وهنا تطلع لك الأنسى اللي جوا والجميل في أنسى بورج الجادي أن هي تحس أن هي صلبة قوي وقوية قوي ولكن مع حبيبها إذا دخل مزاجها وعرف إيمتها خلي بالك من دي مهمة قوي لك رجل أنت تعرف إيمتها هنا بقى تدلعك وتشوف الشغل العالي اللي أنت ما تعرفوش عن أنسى بورج الجادي وده جانب من خصوصياتها أن هي تحب حاجة زي كده تكون من خصوصيات الخصوصية مش مع أي حد نضحك ونغذر ونبقى ورقيقة ودم خفيف وأن أنا يعني أقربوا مني وأن أنا أدخلوا في أي حاجة وأتكلم معاه في أي موضوع ويتكلم معاه في أي موضوع والعملية تبقى سبهللة بنا وبين بعض ما فيش كلام ده مع المرأة الحديدية مع أنسى بورج الجادي أبداً لازم تقدم الأول أوراق اعتمادك عشان تقدر أن أنت تتعامل مع أنسى بورج الجادي بهذا الأسلوب أو هذا المنطق زعيمة التجاهل الأول وبلا منازع وبلا منافس أوعى أو أوعى تكرر أن أنت تتجاهل تلك الأنسى العنيدة المتجاهلة القوية هل أنسى بورج الجادي متسلطة ومش كله مميزات بها هي أنسى متسلطة يعني متحكمة يعني تحب أن هي تكون السلطة دايماً في إيدها وتاخد وضعها بشكل كبير أو لو أنت في جروب كده وصحاب مع بعض ما تعملش نفسك ريسة أو كبيرة أو فهمة على أنسى بورج الجادي واستحمل انتقاطها لأنها ما بيعجبهاش الحال المايل وما تعرفش تشوف خيبة أو ويبة وما تتكلمش وما تنتقج وما ترتاحش كده قال لما تقولك أنت غلطت في إيه والمفروض تعمل إيه وما تعملش إيه ده لو أنت قريب منها أو داخل في حياتها وهي دقيقة جداً يعني بتدقى في كل حاجة في الضوافر في السنان في الشع في الدقن في كل حاجة فلو أنت شاب ويجو حياتها وما هرجل في نفسك ودنيتك ما يعلم بيها إلا ربنا فاستحمل انتقاطها أنت اللي جبته لنفسك أو استحمل نظرتها اللي بتأفف لأنها لو مش عايزة تجراحك وشايفة أن أنت يعني تأخذ الموضوع على صدرك أو على كرامتك ممكن أنها بنظرات معينة كده تحسسك أنها أرفانة منك يعني فده عادي مع أنسة بورج الجدي لأنها دقيقة جدا وبتحب كل حاجة تكون صح ما ينفعش أن نحن نعمل حاجة غلط يعني دايما بقول مبدأها واحد زايد واحد يسوي اثنين لا ينفع اثنين ونص ولا واحد ونص خليك دايما واعي للنقطة عندها إرادة حديدية تفل الحديد إنجاز التعبير أنسة بورج الجدي الطرابي إرادة من حديد من أقوى نساء الأبراج اللي بتمتلك إرادة ولو حطت حاجة في دماغها خلاص وما تنساش لا الحلم ولا سيامة الوحش ويلك وليلك هيبقى أسود أكتر ما هو أسود لو أنت أخطأت في حق أنسة بورج الجدي وحظك برضو لسود إن انت بتتعامل معها وموجود في حياتها أقسم بالله هتورك النجوم في عز الدور من الناس اللي ما تسيبش حقها أبدا أبدا ولا بتنس شيالة أشيالة دغري كده ونجيب من الآخر بتشيل وما بتعديش وما بتفوتش وإذا عدت وفوت ومفوتت ما بتنساش إذن استلقى وعدك مع أونسة بورج الجدي أونسة بورج الجدي عملية أكتر وتقدر الرجل اللي هو العملي اللي صاحب كارير وشخصية مستقلة ومستقبل أونسة طموحة ودايما تبص لقدام وتحاول إن هي تدفاعك لقدام على قد كمان ما هي تقدر إذا أنت تعاملت معها هتنجذب ليها أونسة بورج الجدي جاذبيتها في تعاملك معها ممكن تدمنها كمان لأن أنت هتحس إن هي صحبتك وأمك وصحبك وحبيبتك هتحس إن هي تقوم بكل هذه الأدوار رغم إن ممكن في البداية يبنع عليها إن هي صلبة وما تتأثر شي بسهولة ولكن ده الجانب اللي برا بس أول من أنت تقرب منها إلمس بقى الجانب الداخلي أو الجوار اكتبوا لقرأكم يا إناس الجدي وأي حد تفرج على الحلقة دي يكتب لقرأه لأن بساطة بقرأ كل تعليقاتكم ويكون مبسوط وسعيد أو بيها أي حد تاني على الفيس بوك غير محمد أبوزيد نصاب اعملوله بلوكة أو بلاغة على طول عشان ما ينتحلش شخصيتنا للإستجرام الفيس بوك إزاي تتواصلوا معايا قنواتنا التانية إسأل محمد وعيلته وهترك كرة للكرة يريد تشتركوا فيها اللي حب أنه يشوفني كتير وما بزهاش مني أنا بنزل على القنوات دي حلقات وبنعمل لايفات عن إستجرام وفيس بوك باستمرار يريد تنضموا على اليوتيوب هتلاقي الرابط دي كلها في وصف الفيديو على الفيس بوك هتلاقي في التعليقات وأشوفكم على خير